أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يشكل قوة دفع بشأن الاستعداد لكوب 27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبلة وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال المنتدى أن جهود التكيف مع أثار التغير المناخي تعاني النقص التمويل مشيرا إلى أن العالم يحتاج رؤية شاملة لمساعدة الدول الأفريقية لتغير المناخ المنتدى هنا بيؤكد على أن جهود التكيف مع أثار التغير المناخي لا تزال يعني بتعاني نقص من التمويل ورغم أن أنا بتتفق مع الكلام اللي بيتقال أن مجابة التغير أو مجابة تكلفة التغير أفضل كتير من التكلفة اللي حيعملها التغير نفسه وبالتالي بنتكلم على 800 مليار دولار سنويا للتخفيف من حد التغير المناخ بحلول عام 2025 البلدان النمي محتاج الرقم ده رغم أنه هي إذا بنتكلم على أن 20 دولة فقط هي المسؤولة عن حوالي 80% من الأثار فأتصور من العدالة والموضوعية أيضا أن المساهمة الأكبر من جانب هذه الدول المعنية في دعم الدول النامية بالرقم اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي أيضا إحنا مهمة أوي التوافق حول رؤية شملة لدعم الدول الإفريقية لرفع قدرتها على التكايف فإحنا بنقول أن إفريقيا هي الأكثر تضرورة رغم أن هي الأقل مساهمة في الآثار النجمة أو الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ